السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. كلي بسمعني معكم السلام والصفاء من قناة تيو. كلي بسمعني رأول مرة اجهة الفيديو. ما ينسى اشتركوا فعلينا الجرس. اليوم بازن الله تعبير وضعية ما يجي عن الرياضة. عندنا السياق وسند والتعليم. الوضعية لسنة اه سنة اولى متوسط. وسنة ايضا ممكن لسنة متوسط. لا يختلف اثنان حول مكانة الرياضة في حياتنا اليومية و اه دورها في المحافظة على صحتنا. السناد العقل السليم في الجسم السليم. تعليما اكتب نصا منسجما في حدود عشرة اصطر توضح فيه الفرق بين من يمارس الرياضة ومن لا يمارس الرياضة مستخدما ما يفيد التشبيه وما يفيد التفاضل. وجملة حالية تعبيرا مجازيا. اه نقرأ التعليم جيدا. نصا منسجما يعني نص فيه مقدمة وفيه عرض وفيه خاتمة حدود عشرة اصطر نحاول نلتزم ونحترم المطلوب هنا في التعليم ما يريد هنا عشرة اصطر يعني نكتب عشرة اصطر لا اكثر ولا اقل. اه نوضح فيه الفرق بين اه يعني احنا نتكلم عن الرياضة واهمية الرياضة والفرق بين من يمارس الرياضة ومن لا يمارس الرياضة. يجب ان نستخدم ما يفيد التشبيه وما يفيد اتفاضل حال وتوظيف تعبيرا مجازيا. ندخل في حل هذه الوضعية. الرياضة من اهم القواعد للحفاظ على صحة الجسم وسلامته. دي كده. دي المقدمة. سطر. الرياضة من اهم القواعد للحفاظ على صحة الجسم وسلامته. من اول هنا. عرض. الانسان الرياضي يتمتع برشاقة والياقة بدنيا. ويكون اكثر مرونة وتحمل عن غيره. يكون اكثر مرونة وتحمل عن غيره. كما انه يكون دائما خال من الامراض وخصوصا السمن. يستيخز مطمئنا سعيدا. مرتاح البال واكثر قوة وشبابا وحيوية. واما الذي لا يمارس الرياضة يكون ورضا للامراض كالسمنة والشاشة العظام. وتراكم الدهون. وتكون عضلاته ضعيفة ودائما كسولا. قليل الحركة. ويعاني من القلق والاكتئاب. ويعاني من القلق والاكتئاب. من اول هنا الخاتمة. الرياضة افضل شيء في الحياة. فهي سلاح الانسان وتعتبر كالكنز الذي تعتبر كالكنز الذي لا يقدر بثمن. وحقا ما قيل العقل السليم في الجسم السليم. اه كما تلاحظون ان وضعية صغيرة تعبير قصير عن الرياضة في حدود واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر صدور اه مثل ما طلب. في حدود عشرة اصطرف احنا كتبنا مثل ما طلب. اه هنوضحنا الفرق بين من يمارس الرياضة في الاول وبعدين والفرق الذي بينه وبين الذي لا يمارس الرياضة. الذي يمارس الرياضة يكون خالم من الامراض خالم من السمنة يستيقظ مقمئنا ساعدا مرتاح البال واكثر قوة قوي وشبابا وحيوية. اما الذي لا يمارس الرياضة يكون عرض الامراض كسمنة وششة العظام وتراكم الدهون تكون عضلاته ضعيفة ودائما كسولا قليل الحرقة ويعاني من القلق والاكتاب. احنا كده تعبير مجازي. تعبير مجازي. وايضا هنا تعتبر كالكنز وده تعبير مجازي ايضا. كالكنز الذي يقدر بثمنين تعبير مجاز تشبيه وهنا ده استعارة استعار مكريمة تشبيه. كالكنز. اه شبهنا الرياضة كالكنز. هنا عندنا حال جملة حالية. هنا يكون دائما خالم الامراض. اه مطمئنا سعيدا يستيقظ مطمئنا سعيدا ده حال ايضا جملة حالية. اه والنص ايضا اه كمان احنا اه كتبنا الموضوع على هيئة مقدمة وعرض خاتمةين Renault وخاتمة نصم these. Waatarişة ايو الشاهد بتاعتنا الخاتمة الشاهد اخذنا من السند السند موجود هنا العقل السليم في الجسم السليم اخذنا يصلح على اخذ من السند اذا كان مناسب هنا في شاهد نضعه هو في الخاتمة في الخاتمة وبقالة марقلة العقل السليم في الجسم السليم. او اي شاهد اخر. اذا ار jewel اشكركم شكرا جزيلا موزود في قناة تيوك تعبير كثير عن الصحة واكثر من نمط موزود حواري في حواري توجيهي في توجيه فقط في تفسيري غيري من غيري عن الأنماط لا عجبكم الفيديو متنسانش باللايك الاشتراك كومنتي للقناة والاشتراك اذا كنت الاول مرة تسمعني وعجبك الفيديو واذا تستطيع تشير الفيديو شيرونا الفيديو جزيكم الله خيرا ملتزم اه ملتزموا بعلمات ترقيم تركوا بيات في بداية المقدمة تركوا بيات في بداية العرض تركوا بيات في بداية الخاتمة علمات ترقيم الفاصلات بين الجملة والاخرى فاصلة ونقطة نضع قول نضع نقطتين الشاي نضعه بين المزدوجين من علمات الترقيم او الوقف يا رب الفيديو يعجبكم نمضو في رعيك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة